الله معكم أحبائي في الجزء السابع عشر من سلسلة الاستدادات العسكرية لحرب قادمة في أوروبا في هذا الجزء سنناقش موضوع بريطانيا، أيسلندا، القطب الشمالي وطبعا بيلاروسيا وأوكرانيا ودول البلطيق سنبدأ مباشرة من بريطانيا حيث انتشرت معلومات حول نية الولايات المتحدة الأمريكية لنشر أسلحة نووية في بريطانيا للمرة الأولى منذ 15 عاما طبعا ستشهد المملكة المتحدة ربما مع تزايد ما سمي بالتهديد المحتمل من روسيا نشر هذه الأسلحة النووية التي تبلغ قوطها ثلاثة أضعاف قوة القنبلة النووية التي ألقيت على هيروشيما في هذه القاعدة تحديدا في بريطانيا هنا سيتم نشر هذه الأسلحة طبعا كانت الولايات المتحدة قد نشرت بالفعل أسلحة نووية بأيام الحرب الباردة وقبل انسحابها في عام 2008 إضافة إلى ذلك طبعا تكشف وثائق البنتاجون التي حصلت عليها صحيفة التليغراف عن خطط لبناء منشأة جديدة لتخزين الأسلحة النووية في قاعدة القوات الجوية طبعا أحبائي علق متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية على هذه المعلومات قال أن السياسة طويلة للمدى لبريطانيا وحلف شمال أطلسيه عدم تأكيد أو نفي وجود أسلحة نووية في أي مكان معين أما فيما يتعلق بأيسلندا ومعركة القطب الشمالي فهنا نأتي إلى الأمر الهام حيث بدأت هذه المعركة تتوسع مع وجود الولايات المتحدة هنا حيث تقوم القوات الجوية للناتو كما أشرت في الفيديوهات السابقة بنشاط في هذه المنطقة دوريات بناءة اعترب من الحكومة الأيسلندية حيث تقوم هذه الدوريات وكما أشرت في فيديو سابق مقاتلات نرويجية من طراز F-35 أتت إلى هذه القاعدة في كيفلافيك في هذه المنطقة هنا تجدون القاعدة تم نشر هذه الطائرات النرويجية إضافة إلى ذلك أحبائي هذه المرة الثانية التي تعود فيها الولايات المتحدة لهذه الجزيرة النائية حيث تتمركز قواتها وصولها هناك ولكن ما هو الغرض طبعا قال الأمريكيون أنهم اضطروا إلى إعادة بناء القاعدة الجوية البحرية لقاعدة الناتو للتعاون مع النشاط العسكري الروسي المتزايد حول أيسلند مدى مدد طويلة فترة أكثر منذ عام وعامين كمانات نشاط البحرية الروسية في هذه المنطقة الأمر الإضافي الآخر الغرض الرئيسي واستعاب طبعا كما كنا نشر طائرات P-8 Poseidon في كيفلافيك وطبعا استعاب الطائرات القاضفة الاستراتيجية ولسيما ثلاث قاضفات الشبح الاستراتيجية من طراز P-2 Spirit طبعا طاروا مؤخرا من نوات المتحدة الأمريكية أثناء التدريب لتعزيز المجموعة الضاربة للقوات المتحالفة في هذه المنطقة أيضا شهدت في كيفلافيك طائرة احتياطية لنظام القيادة والتحكم من طراز E-6B والتي بالمناسبة هي مركز القيادة الجوية الاحتياطية للقيادة الاستراتيجية الامريكية وهي مجهزة بمجمع أليل التحكم في إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والتواصل مع الغواصات النووية أمر إضافي آخر أحبائي يعني كما ترون هذه المنطقة تشتعل من هذه المناطق جميعها طبعا أمر إضافي آخر كما قلت هو استعادة الفرقة الحادي عشر المحمولة جوا وتعيد تشكيلها في يونيو 2022 في قاعدة إيميندورف ريتشاردسون في ألاسكا حيث تترك القسم بدأت العمل من جديد هذه الفرقة وتم تعلم كيفية بناء الملاجئ المرتجلة ووقع القطار والتحرك وغيرها من الأمور يعني بدأ التجهيز على عدة مستويات في هذا الجزء بالتجاه القطب الشمالي في شرقية المتحدة الأمريكية وفي غربيها إذن ننتظر ما الذي سيحصل لاحقا في هذه المنطقة أما فيما يتعلق ببلاروسيا والمواقع في هذه المنطقة فقد تحدثنا بقاعد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي البلاروسي أنه منذ بداية هذا العام طبعا بالشهر ديسمبر تضاعف عدد رحلات طائرات الاستطلاع لدول الناتو الأمر الإضافي الآخر أن هذه الرحلات الجوية تتضمن استخدام طائرات من جميع القوات الجوية إضافة إلى قوات الناتو طائرات استطلاع تتبع لكامل دول البلطيك وبولندا إضافة إلى قوات الناتو الموجودة في المنطقة كما تلاحظون يوجد العديد من قواعد الناتو الموجودة هنا وضعتوا وضعتوا على الخريطة إضافة إلى بولندا لذلك جميعها تقوم بدوريات واستطلاع في هذه المنطقة نضيف إلى هذه المعلومة ما ذكرته بعض وسائل الألم البلغارية عن أحد السينوريات التي تم وضعها وهي فكرة غزو بيلاروسيا طبعا من الجنوب ومن الشمال حيث كان من المخطط أن تهاجم من الشمال مجموعات باتجاه مناطق باستافي وبرسلاف طبعا يتم التدخل باتجاه الجزء الشمالي في هذه المناطق هنا كما تشاهدون ومن الجنوب يتم الدخول من أوكرانيا إلى بيلاروسيا وبالتالي كما تعلمون منذ مدة طويلة يتم التحضير في بيلاروسيا أو يمكن قول لبعض الاحتجاجات وفي بيلاروسيا تم اتخاذ عدة إجرات منها القوانين الحازمة تجاه أي مظاهرات ولأي أمر من شأنه أن يحدث خللا بالأمن وطبعا في معاملات عديدة وكثيرة حول تدريب مجموعات بيلاروسيا في بولندا وفي أوكرانيا استعدادا لليوم كما يسمونه اليوم المنشود لإحداث تورا وانقلاب في بيلاروسيا لذلك يستعد بيلاروسيون لهذا الاحتمال إضافة إلى هجوم عسكري ربما قد يكون متوقعا الأمر يضاف في الآخر الأمر الذي قد يؤدي إلى تدخل دولي في اتجاه بيلاروسيا بحجة إضعاف روسية في بيلاروسيا فكما تعلمون بيلاروسيا ظهرها الوحيد تحمي روسيا وكما تعلمون بيلاروسيا هي الأقرب إلى كالينجراد لذلك قطشت كالينجراد وبيلاروسيا في نفس الوقت عمليات خاصة عمليات نوعية في محاولة للسيطرة على إحداثهم طبعا أحبائي فيما يتعلق بموضوع الناروج وبريطانيا سبق وقلت لكم تم تشكيل تحالف بحري دعم أوكرانيا بهذا المجال وقد سبق وقلت لكم في الفيديوهات المتعلقة بالحرب الأوكرانية أن هذه الدول تدعم أوكرانيا بشكل كبير ولكن الأمر اللافت للآخر أحبائي هو أن الحديث عن هذه التحالف عن هذه التدريبات والمهمات إضافة إلى السفن التي طلبتها أوكرانيا ووجودة في بريطانيا قد يتم استخدامه خارج البحر الأسود خارج الأراضي الأوكرانية تحديدا باتجاه دول البلطيق حيث سأذكر بالتفصيل ما الذي يحصل في هذه المنطقة لذلك جاءا ابقوا معي وتابعوا حتى النهاية كما هو معلوم أحبائي فقد سبق وطلبت بريطانيا عديد من السفن وطبعا ذكرت أيضا نتيجة نقص البحارة تم وضع سفينتين إنزال أوكرانيتين خارج الخدمة وبالتالي قد يتم استخدام البحارة الأوكرانيين والسفن الأوكرانية الموجودة في هذه المنطقة للقيام بعمليات باتجاه طبعا خليج فنلندا تحدينا نتحدث عن هذه المنطقة وبحر البلطيق لذلك هل سنشهد هذا النوع من التحدي هل ستقوم القوات الأوكرانية بهذه العملية أم لا هنا يبقى السؤال الهام وطبعا هو أكبر تحدي لروسيا منذ بداية الحرب في حال حصل خارج أراضيها وما قد يفتح سبق وذكرنا أنه حول إمكانية إغلاق بحر البلطيق لذلك من الذي سيضحي بالداية ويقوم بإشعال شرارة الحرب في هذه المنطقة أحباي رجاء أن تابعوا دوما هذه السلسلة الأمر الإضافي الآخر فيما يتعلق بموضوع تشيكيا ستشتري تشيكيا طائرات 24 طائرة من تنازل F-35 للجيش مقابل 6.6 مليار دولار حيث تعتبر أكبر صفقة في أغلى شراء لجيش تشيكي إضافة من توقع أن تصل هذه الطائرات في عام 2031 وينتهي التسليم في عام 2035 طبعا أحبائي هذا كان كل شيء أي جديد سوفيكم به طبعا لذلك أرجو منكم وأرجو من حضرتكم أن دوما أن تقوموا بنشر هذه الفيديويات الانضمام إلى القناة مساعدتي على مشاركتها وأشكركم على وقتكم الثمين ومحبتكم واثقتكم وإلى اللقاء بفيديو آخر